هزيمة عم تتحول لفوز في موضوع انت كنت معتبر نفسك فيه يا برج العذراء منهزم او حقك يمكن رايح منك لكن كنت شاعر بالهزيمة لكن في هذا الشهر رح ينقلب الموضوع رأسا على العقب ورح يتحول الموضوع لانتصار اذا انتصار بعد هزيمة نشوف بشكل عام لبرج العذراء رح تكتشف او اكتشفت علاقة ثلاثية حبيبي العذراء ولكن يعني نهايتها كتير مقربة بلشت تنتهي او بلشت تروح من الطريق هاي العلاقة الثلاثية حبيبي ممكن تكون عائق شخص في طريق العلاقة العاطفية مع الشريك مش دايما بيكون معناها خيانة او كذا ولكن هذا العائق او هاي الطاقة الثلاثية عم تنتهي وتختفي عفوا عم بشوفك اول 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 خلينا نقول اسبوع عم تتحسر عم تتندم على موضوع معين عم تتندم على اهتمام اعطيت ولا شخص يمكن وهذا الشخص ما ردلك الاهتمام باهتمام ولكن هذا الشخص لأ فعلا بستاهل وهذا الشخص يعني تنصحك تستنام اه اذا كان خاصة من برج ترابي او اذا كان اه ناري هذا الشخص بستحق انك تستنى وبالعكس ما تتحسر ما تتندم على شيء نهائيا لانه انا شايفي هذا الشخص بيحمل لك حب كبير بيحمل لك حب حقيقي خلينا نحكي بصفاء يعني ما بده منك شيء ما بده عم بشوفه حب صافي تماما اه عم بيكون في عائق او علاقة ثلاثية اه رح تقولولي حب صافي طيب كيف وفي علاقة ثلاثية العلاقة الثلاثية لها كتير معاني حبي حبايبي يعني مش اللي هو خيانة ممكن يكون عائق ممكن يكون اي شيء تاني اه حدا من الاهل ممكن يكون مشكلة مادية يعني اي شيء ممكن يكون طرف ثالث عائق في العلاقة فا او بتكون علاقة ثلاثية من الاساس يعني انت اجيت على هاي العلاقة كانت اساسا يعني موجود فيها شخص غيرك فا شايفي هذا الشخص عم بيحبك حب حقيقي عم بتبلشوا سوى حياة جديدة او فرصة جديدة عم تعطوا لبعض فرصة جديدة شايفي عم بيقدم لك شغلات في هاي الشهر او عم بيقدم لك تلائل انه هو فعلا صادق لانه انا شايفي انه انت مشكك فيه انت عم تندم انه اعطيته اهتمام انت عم بيكون في عندك شكوك حواليه خاصة مع هذا الكرت ولكن هو عم بيقدم لك شغلات شايفي عم تسافر ممكن تسافر مع الحبيب او سفر لوحدك لعمل لشي عم بتفكر بمواضيع خلينا نقول كبيرة مواضيع لقدام عم بتفكر بالسفر فعليا وعم بيصير يمكن بالشهر اللي بعده على الاغلب لكن تحضيرات وامور رح تسير لهذا الموضوع عم بشوف الطرف الاخر مقبل عليك بطريقة فضيعة ولكن عم يمسك حاله يمكن كل واحد منكم عم يمسك حاله للتاني عم بيكون في بخل بالمشاعر من الطرفين كل واحد ما بده يبين مشاعره تجاه التاني ولكن شايفي فيه عندك انتصار انتصار من بعد ما كنت حاسس بالحسرة او كذا رح تحقق انتصار معين في هاي العلاقة هذا السيناريو ما بعرف ليش طلع عندي كله عاطفي يعني مع انه انا ما فتحت على العاطفي فتحت بشكل عام عم بيكون فيه عندك انتصار اذا ممكن يكون سيناريو عمل اللي هو السفر على عمل مش مع الحبيب ممكن يكون ممكن يكون اللي هو عم بتحط حجر اساس لعمل جديد او فرصة جديدة عم تجيك كشغل ولكن بشوف شوي مطلوب منك هاي اذا بدك نصيحتي يعني او نصيحة لهذا الشهر مطلوب منك شوية صدقات شوية عطاء عطاء في كل شي عطاء في المادة وفي العواطف يا عذراء وانت اساسا يعني عطاء زي ما بيقولوا يعني معطاء او شي عم بشوف في حمل ممكن يكون حمل عند الاشخاص اللي مستنيين حمل عم بشوف الطرف الثاني عم بشوفك بطريقة كتير حلوة عم بشوف عندك كل شي مؤهلات انت فعلا عندك مؤهلات يعني كل المؤهلات لحتى تكون نمبر ون في حياة الاخر في حياة الطرف الثاني زي ما قلتلكم ما قلنا الطاقات الطاقات عم بتكون ترابية هذا بشوفه ممكن ميزان ممكن تور معينه تور اكتر ممكن الطاقات عم بتكون نارية ترابية هوائية هذا بشكل عام بالنسبة للعامل ما طلع لنا شي عن العامل وكنه فيه ركود في العمل لما ما بطلع شي عن موضوع معين بيكون فيه ركود او ما فيه تغيير او من هاي الناحية الشغلات اللي بتطلع بالوراء هي الشغلات اللي اللي فيه عليها تغييرات او تطورات العاطفة بشكل مختصر او عام عشان ما نطول عليكم رح اعتمدهم والله شايف الحبيب يعني حاطك وقاعد حاطك يعني محتفظ فيك مش حابب تروح من ايده خايف تروح من ايده واكنه عم بشك انه يمكن فيه حدا بحياتك فيه ممكن تروح من عنده او تطلع من تفكيرك عم بشوف شوي طاقة انتظار اول هذا الشهر لكن عم بشوف افراح فيه افراح بينك وبين الشريك مهما كانت العلاقة شكلها عم بيكون فيه افراح عم بيكون فيه احتفالات بينك وبينه شايف المشوار طويل بناتكم والعلاقة جدية نوعا ما فيه ناس بيحبوا بعض عن طريق العمل او بناتهم شغل هدول الاشخاص كمان علاقة قوية وطيدة ولكن رح يصير فيه تغيير معين في شكل العلاقة يعني اما من صداقة لحب اما من اعجاب لصداقة او من اعجاب لحب من حب لزواج عم بشوف فيه تغيير جذري في هاي العلاقة او في شكلها رح يكون فيه ترسيم او وعد في ترسيم هاي العلاقة عم بشوفكم بترتبوا اموركم بت يعني اذا كنتوا مبتعدين عم تتخيلوا بعد كل واحد يعني حاطت ايده على خده وعم يستنى التاني وعم بيفكر بالتاني ولكن عم بشوف كل واحد يعني متمسك في رأيه كل واحد متزمت في قراره فيه شخص او فيه شغلة رح تجمعكم مع بعض يعني حس انه لا هو رح يرجع لا انت رح ترجع ولكن فيه احتفالات وفيه مواقف هي رح تسير يعني القدر رح يتدخل يمكن شخص رح يتدخل موقف معين يخليكم بحاجة تحكوا مع بعض وساعتها بيصير فيه رجوع لو كان يعني فيه انفصال شايفه للمتزوجين فيه شوية راحة من بعد تعب عم بتحطوا المشاكل شوي وراء ظاهركم يمكن لفترة مؤقتة عم بيكون خوف من علاقة ثلاثية مجرد وهم ما في علاقة ثلاثية ولكن عم بيكون عندك شوية وهم ناحية هاي الشغلة او شك بهاي الشغلة ولكن مش موجودة ابدا في الاوراق او في الطاقات الموجودة احذر من هاي طاقة الاوهام وطاقة وهم العلاقة الثالثة لانه في ناس كتير بتفكر انه او بتشك ولا شكوكهم بتكون غلط فما نضيع الموضوع او نضيع العلاقة في شكوك وفي امور مش موجودة او ما شفنا مسيج خلينا نشوف مسيج اول شي من الحبيب او والله الحبيب تعبان كتير بيقولك انه هو كتير تعبان كتير متأثر كتير يمكن عشان تحن عليه او تحزن عليه بيقولك انه وضعه مش تمام عم بيكون حزين عم بيكون وحيد يمكن هاي مسيج عشان انت اللي تبادر ما بعرف بس لا ما ضم صحك تبادر ابدا لانك ما غلطت بالاوراق مبين انه انت مش غلطان ابدا ولكن عم بيكون في مثل اللي هو استعطاف في هذا الكرت انه هو حزين هو عنده مشاكل هو مش مرتاح عم بيستناك ما بعرف ليش عم بستناك خلاص ياخد خطفة تشوف التحزير لهذا الشهر لبرج العزراء شو عم بيكون انت يا برج العزراء هذا الشهر ممكن تتسرع في موضوع ممكن تتسرع في قرار عاطفي خاصة عم بيقول لك التحزير انه لا استنى شوي فكر اعطي حالك مهلة ما ما تاخد اي قرار سريع هذا الشهر وما تاخد قرارات اساسا هذا الشهر انا بموصحك هذا الشهر باي قرارات كبيرة مصيرية يا برج العزراء استنى شوي للشهر اه اللي بعده نشوف الاوراكل شو بحكي لنا اه بقولك كليناب يور مس اه انت اخر فترة شوي مش غلطت غلطات شوي خبصتلك شوية خبصات يعني فا وكأنه بيحكي لك انه آآ رتب الامور آآ نظف اللي انت عملته اذا غلطت آآ بحق حدا اعتزر آآ الاعتزار مش عيب ولا شي يعني عادي جدا آآ الكبرياء شوي نخليه على طرف بالعلاقات العاطفي يا جماعة يعني شوي آآ نمشي الامور فبس بيقول لك نظف اللي انت عملته هو كأنك يمكن غلطت انا مش شايفة غلطة كبيرة ولكن يمكن غلطت بموضوع او عملت شيء او يمكن بالشغل ما كان عندك تنظيم معين للامور فبيقول لك نظم هاي الفوضى او نظفها لحتى تمشي الامور حبالي بورج العذراء بشوفكم بالفيديو الجاي باي شكرا للمشاهدة